بنبتدي القراص ودي مشكلة دايما بنوفاجأ بيها ان السيدات بتاخد القراص بطريقة خاطئة احنا عندنا السايكل او الدورة بتاعة كل شهر بالقراص من الحمل هي 28 يوم بمعنى ان احنا بنبتدي قراص من الحمل من اول من اول تاني يوم في البيريد دي اول مرة يعني دايما انا عشان ابتدي قراص من الحمل او ابتدي اي وسيلة من الحمل عندي شرط اساسي ان نتأكد ان السيدة انها مش حامل طب كيف اتأكد دي او كيف اتسنى لي ان نعرف انها مش حامل حاجة من اتنين اما اجي لها بيريد فاكيد هي مش حامل اما معاي اختبار حمل في الدم 15 يوم من اخر علاق فاذا وصلت لهذه النقطة انا متأكد ان السيدة اللي معادي مش حامل طب وصلنا لهذه النقطة ببتدي اديها قراص من الحمل بتاعتنا اللي هي الكمباين قراص من الحمل بتتاخد لمدة 21 يوم و7 ايام راحة يبقى انا عندي اوقش باخد الشريط 21 يوم وبعد ما خلص الشريط باخد اسبوع راحة في اليوم الثامن ايا كانت الظروف الدورة خلصت ما خلصتش انا منيش دعوة ببتدي الشريط الجديد بتاعي في انواع جيدة ظهرت بقت 24 ارس مش ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا على السيدات الاربع تيام اللي هما فيه بقى فيهم اقراس بقى تسس اربع تيام زي ما بقولهم اربع تقراس في شنك يعني هما اربع تقراس بلاسيبو بنسميهم اقراس نشا مش مهمين هما اقراس كانها ما اخدتش حاجة ولكن حتى لا يحدث نوع من انواع اللخبطة هما التمانية وعشرين يوم سبتين سواء واحد وعشرين يوم اقراس وسبع تيام راحة او اربع وعشرين يوم اقراس والاربع تيام راحة وهم يثاروا علينا الأربعة من راحة زي ما بقولك حطولنا أربعة إقراس كده في شينك زي ما بقول نسميهم بلاسيبو عشان ما ننخبطش السيدة يبقى ده الكونتراسابتف الكونباية الكونتراسابتف وطبعا قولنا ده نسبة الفشل بتاعته أقل نيجي بقى فكرة إزاي نوصل الهرمونز للسيدة بطرق مختلفة عن فكرة إقراس منع الحملة طيب تيجي بنفس فكرة الكونباية أغلب رأس وسائل منع الحمل أو طرق اللي بنيدي بيها منع الحمل بطريقة مختلفة هي بتشتغل زيها زي السيو سي أو اللي بتشتغل بنوعين منع حمل اللي بتشتغل عن طريق أنها توقف التبويد أساسا مع أنها تغير في خصائص جدار الرحم و قناة فلوب وعنق الرحم ولكن الأساسي هي بتمنع التبويد تيجي بقى الطرق المختلفة اللي بتادي تظهر أولا زي الفاجين الرينج أن السيدة بتحط حلقة مهبلية بتحطها داخل المهبل لمدة ثلاث أسابيع وبعد كده بتشيلها فها في خلال الثلاث أسابيع هي الفكرة بتاعت الأشياء دي أن أنا بدي بدل ما تستي كل يوم بديها أرسفة تطلقبط لا أنا بديها حاجة اسمها سلو ريليز أديها ديفايس أو أديها جهاز أو أديها لزق أي حاجة تحتوي على كمية الهورمونز بتاعت أسبوع بتاعت عشر تيام بتاعت ثلاث أسابيع أي أن كان النوع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر